ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جاي اجاوب على سؤال اتسألته كتير جدا وهو ازاي اسوق لنفسي كميديا باير او كمسوق الكتروني وازاي اقدر اجيب اول عميل ليا من على السوشيال ميديا او خلينا نسيغ السؤال بشكل تاني ازاي اقدر اسوق لنفسي على السوشيال ميديا كشركة سوشيال ميديا وهل هتفرق لو سوقت لنفسي ازا ميديا باير او ازا كمسوق الكتروني اللي احنا بنقول عليها البرسونال براندينج عن ان انا لو سوقت لنفسي كشركة وايه الميزة هنا والعيب هنا ومين احسن ومين تكلفته اقل ومين مجهوده اكبر هو ده اللي انا جاي اجاوبك عليه في الفيديو بتاع النهاردة وكمان هقولك من واقع تجربة الشخصية اني طريقة في الاتنين افضل وايه هي الحاجات اللي انت هتحتاجها معاك عشان تسوق لنفسك ازا ميديا بير او از شركة سوشيال ميديا سواء في مصر او عموما في الوطن العربي بس خليني في البداية اقولك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشارل الفيديو ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب بالقناة واتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى اقولك ازاي تسوق لنفسك كميديا بير على السوشيال ميديا مبدئيا كده خلينا متفقين ان انت كميديا بير عشان تسوق لنفسك قدامك سكة من الاتنين يتسوق لنفسك ازا ميديا باير اللي احنا بنسميها البرسونال براندينج يعني باسم مجدي ميديا باير محمد حسين ميديا باير علاء عطريس ميديا باير ايا كان او هتسوق لنفسك از علامة تجارية او شركة تجارية زي مثلا شركة ايجي كوننكت اللي هي شركتي برضو شركة سوشيال ميديا شركة اكس شركة واي شركة زيد فانت بتروج لنفسك على اساس انك انت شركة مش شخص طيب بس في الحالتين قبل ما نخش على مزايا وعيوب كل حاجة فيهم وازاي نسوق لنفسنا خلينا اقولك انك انت في الحالتين مبدئيا كده في حاجات انت محتاجها لازم تتوافر معاك او خلينا نقولها بشكل تاني ان فيه فريق عمل لازم يبقى متوافر معاك متوافر معاك ازا فول تايم ازا بارتا تايم ازا فري لانز بتشغله بالقطعة بتشغله باي طريقة دي مش مشكلتي ولكن في الاخر انت لازم يكون معاك فريق العمل ده طب مين هو فريق العمل وليه لازم يكون معايا فريق العمل ده اولا لازم يكون معاك فريق العمل ده لان نتائج الاعلانات الممولة مش مبنية فقط على الميزانية اللي العميل هيحطها في الاعلان بتاعه ولا مبنية على الاستهداف اللي حضرتك هتعمله كميديا بير في الاعلان بتاعك ومال مبنية على ايه عم باسم مبنية كمان على الكرياتيف اللي هو الاعلان نفسه اللي هيروح للزبون بتاع العميل بتاعك فلو الاعلان ده مش حلو او مش مقنع او مش مفهوم لو صرفت تريليون جنيه على الاعلان الممول بتاع حضرتك ساعتها الاعلان مش هيجيب نتيجة وساعتها العميل هيقول عليك نصاب وحرامي وميديا باير فاشل فاذا انا زي ما قلت قبل كده في الفيديو بتاع زي تتعلم التسويل الالكتروني وايه الفرق ما بين السوشال ميديا سبيشياليست والميديا باير لو فاكرين اللي موجود على قناتي على اليوتيوب انا قلت قبل كده ان مصطلح السوشال ميديا سبيشياليست والميديا باير دي بدعة لان انا من وجهة نظر الشخصية ان الاتنين شخص واحد عشان تكون ميديا باير شاطر لازم يتوافر فيك ان انت يكون معك فريق عمل ولازم تبقى انت البلاي ميكر او الكابتن بتاعهم اللي هتدور اللعبة لان نتائج اللعبة كلها وقف عليك انت فلو ما كنتش انت عارف تدير اللعبة صح غالبا العامل هيقول عليك ميديا باير فاشل فالميديا باير من وجهة نظري مش مهمته بس ان هو يعد يعمل اعلانات ممواله خلاص الا لو انت هتشتغل كموظف في شركة سواء الشركة دي سغيرة او كبيرة فانت لو هتشتغل كموظف فبالتالي هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تبقى التسكات بتاعتك بس مخصصة في فكرة الاعلانات وفي حد ميديا باير اشتر منك او اكبر منك او سوبر فايزور بتاعك هو اللي بيدورك او هو اللي بيلعبك انت وباقي التيم وبيقولك تشغل ايه نرجع لموضوعنا لكن احنا في الحالات دي نتكلم ان انا راجل فريلانس ومش اشتغل في شركة فانا يا ام عايز اعمل شركة سوشال ميديا النفسي او ان انا سوق لنفسي كميديا باير اذا حضرتك محتاج معاك الاتي وراء وقلم بقى يا زميلي واكتب ورايا اول حاجة حضرتك محتاجة بقى معاك جرافيك ديزاينر او تكون حضرتك بتعرف تشتغل جرافيك ديزاينر ليه علشان خاطر العميل اللي هيكون جايلك من السفر وعايز لسه يبدأ على السوشال ميديا اكيد قبل ما تبدأ تعمله اي اعلام ممول لازم صفحته على الفيسبوك على الاقل يكون عليها تصميمات لان ما بني على باطل فهو باطل لو انت روحت عملت له اعلام ممول والصفحة بتاعته فاضية العميل هيخدش ايلا ايه مش ايلا ايه حاجة هيخرج فبالتالي لازم توفر مع حضرتك جرافيك ديزاينر عشان خاطر الورجانيك بوستس اللي هتنزلها على الفيسبوك او على الانستجرام حتى وعلشان خاطر البيت بوست او الاعلان اللي هيتمول هو اللي يصمم لك الاعلان ده بس برضو بدمغ مين بدمغك انت يا عم الميديا باير يبقى اول حاجة جرافيك ديزاينر طب ليه هحتاج معي موشن جرافيك ديزاينر لاني برضو زي ما انا قلت قبل كده ان العين بتشوف الوبن بتسمع المخ بيفهم فبيقتنع فبالتالي اغلب الفيديوهات اللي لحظتك هتبقى عايز تعمل لها اعلان ممول على التيك توك او على سناب شات او حتى على الفيسبوك والانستجرام بنسبة ستين في المية هكون فيديوهات يعني نادرا ما هتستخدم اعلانات الصور الا في كيسز معينة والكيسز دي غالبا هتبقى في الفيسبوك والانستجرام بس لكن لو انت مثلا هتعمل اعلان على سناب شات او اعلان على التيك توك فانت لازم هتحتاج الموشن جرافيك ديزاينر معاك فبالتالي حضرتك محتاج يبقى معاك موشن جرافيك ديزاينر طب الحاجة التالتة او الشخص التالت خد بالك احنا لسه دلوقتي انا مسك لك الموضوع كده فما علش يستحملني وخد الفيديو للاخر وانت هتجي في الاخر ترفع لي تعظيم سلام وتشكرني ان انا بنقل لك الخبرة الفعلية الشخصية وخد بالك انا قبل بس ما اخش في تفاصيل الموضوع انا بسوق لنفسي بالطريقتين اللي انا لسه هشرحهم لك بس خلينا حتة حتة الكونتينت كريتور حضرتك هتحتاجه عشان خاطر يكتب لك الكونتينت بتاع البوستاتور الارجانيك ولو انت هتعرف تكتبها باخير وبركة يعني او انه هو يكتب لك الكونتينت بتاع الاعلان الممول اللي حضرتك هتعمله او يكتب لك سكريبت الفيديو موشن جرافيك اللي حضرتك ممكن تعمله للعميل عشان تتموله يبقى انت محتاج معاك سكريبت رايتر او اللي احنا بنسميه الكونتينت كريتور وكل الاحوال بقى سواء هتسوق لنفسك كميديا باير او كشركة سوشيال ميديا او ايا كان فانت حضرتك لازم تبقى عندك حد بيعرف يصمم مواقع سواء بيصمم مواقع نيتف او بيعملها فروم سكراتش زي العبدالله او بيصمم مواقع وورد بريس تمبلتس جاهزة او بيستخدم اي لاي بيراري جاهزة زي لارافيل كود اجنيتر وطفر يعني او حتى الحاجات الجديدة اللي بدأت تطلع دلوقتي زي سلة والكلام ده ايا كان هو بيشتغل ازاي في الاخر انت لازم يا حضرتك تكون بتعرف تصمم مواقع او يكون على علاقة بحد بيعرف يصمم مواقع او يكون في حد في التين بتاعك بيعرف يصمم مواقع وده ليه ده السببين اول سبب ان حضرتك رقم واحد لازم يبقى عندك مواقع الكتروني لنفسك انا شخصيا عندي اتنين عندي مواقع اسمه باسم مجدي دوت كوم وعندي مواقع تاني اسمه ايجي كونك دوت نت ده باسم شركتي وده باسم الشخصي الحاجة التانية ان لازم حضرتك توفر الخدمة ديه للعملة بتاعتك علشان خاطر العميل اللي هيجي لك من السفر وعايز يعمل اعلانات على جوجل ده رقم واحد والعميل اللي هيكون عايز يعمل متجر الكتروني علشان خاطر يبيع عليه او يبيع من خلاله على تيك توك او سناب شات وعشان خاطر العملة اللي عايزة تشتغل دلوقتي في الدروب شبينج والشغل الافلت ماركتنج والكلام ده كله فاذا انت ليه يا باسم دايما بتطلب مني ان انا كون بقدم الخدمة متكاملة طب انا ابتع اعلانات مواليه وبس وقول للعميل هتل انت الموقع الالكتروني وتعالى او هتل التصميمات وتعالى او اعمل الاعلان وتعالى وانا هو مهمية اعمل استهداف بس حضرتك لو حطيت في دماغك النقطة دي تأكد انك انت على اول بوابة الفشل يلا خش كده من البوابة على طول ليه حضرتك في قاعدة في السيلز بتقولك لو العميل خرج براك لو يمكن يرجع لك تاني عارفين كده زي بيقوله ايه الست اللي تخرج برابتها هي نفس القصة كده بالزبط مع اختلاف التشبيه يعني انا بس بحب هزر ببساطة شديدة لو ست فرصة العميل يخرج براك بعد ما كلمك ورح لشركة تانية تعمله التصميمات ولا تعمله الموقع الالكتروني ولا تعمله مش عارف ايه عشان يرجع لما عليك انت اللي تتكرم وتعمله الاعلانات الممالة 99% وتسعة من عشرة من 9% مش هيرجع ليه لان لو رح لشركة تانية هتقوله او عارفت تقوله انه هم عندهم تصميمات وعندهم emotion وعندهم وبسايت وعندهم 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 ومعاهم الميديا باير هيرجع لك انت ليه يعني كنت يعني طبعا انت اكيد فهمتا انا عايز اقول ايه فمن الاخر حضرتك لازم تكون بتوفر الخدمات كاملة سواء بقى الناس دي شغالة معاك فول تايم او فريلانس او بارت تايم طيب ده كلام جميل يا عم باسم انا هوفر الناس دي معايا في ناس تانية ممكن احتاجها اه ممكن تحتاج مصور منتجات ده ممكن تجيبه بالقطعة او بالوردر يسور لك البروداكت مثلا على خلفها بيضة علشان الناس اللي بتعمل منتجر الالكترونية ممكن تحتاج معاك منتير او ميديا بروداكشن علشان لو جالك تصوير اعلانات لمحلاته والكلام ده كله الاليات دي الافضل انها تبقى معاك بس يعني مش لازم تبدأ بيها بس هي الافضل انها تبقى معاك طيب انا بقى عندي الناس دي كلها والناس دي جاهزة والناس دي تمام والناس دي بروفيشنال ويلا بقى احنا جاهزين اهو يلا نخش السوق نعمل ايه بقى يا عم باسم انت دلوقتي يا صديقي قدامك سكة من الاتنين يتسوق لنفسك ازا يعني زي ما قلتك في البداية فلان الفلاني ميديا باير او تسوق لنفسك ازا علامة تجارية اللي هي مثلا شركة اكس او شركة وي او شركة زد طبع ازاي يسوق لنفسي كده وازاي يسوق لنفسك كده وايه مزايا وعيوب كل طريقة فيهم تعال نمسك الطريقة الاولى ودي الطريقة اللي انا شخصيا بدأت اتباعها منذ حوالي سنتين او سنة ونص تقريبا وهي طريقة البرسونال براندينج او التسويق بالمحتوى لشخص معين بمعنى ايه افضل طريقة انك انت تجيب بيها عملة لنفسك هي ان حضرتك تعمل ماركتنج لنفسك بالمحتوى او تسويق بالمحتوى والكلام ده انا كنت تكلمت عليه في فيديو قبل كده ولكن برضو خليني اقولها تاني يعني ايه تسويق بالمحتوى يعني لو قدرت توصل او تعمل قعدة جماهرية كبيرة تخلي الناس من خلالها تتبعك عشان بتاخد منك free info والfree info دي او المعلومات المجانية دي فعلا ذات قيمة او فيها فاليو كبيرة وانك انت فعلا بتضيف للناس انت هنا هتبدأ تعمل ايه هتبدأ تعمل زي العبدالله واعوز بالله من كلمة انا او زي ناس كتير زي هتلاقيهم عامل دهم قعدة جماهرية فلما حضرتك تبدأ تعود الناس وتعلم الناس ان هي ما تعتمدش عليك اول ما يفكروا انهم ما يعتمدوا على حد هيعتمدوا عليك انت طبعا انت هنا كراجل عندك 18-20 سنة كده دلوقتي سغنطوت لسه بتفهم الحياة هيجي في دماغك سؤال واحد هنا طبما انا يا بسم لو علمتوا ما يعتمدش علي إلا هيخليه يعتمد علي ما خلاص هيتعلم ازاي يعمل الاعلانات الممولة زي ما حضرتك كده بتعلم الناس ومش هيجيلي انت لو فكرت التفكير ده احب اقولك ان انت لسه بدر عليك او في البزنس ليه بقى يا صديقي لان مش دايما الناس بتيجي لشخص ما عشان تشتغل معاه فقط عشان هي جهلة بالمعلومة او عشان هي مش عارفة المعلومة اما للناس بتيجي ليه يعني بتيجي علشان خاطر توفر وقتها يعني ممكن انا اكون عندي بزنس وفاهم ماركتنج وفاهم سوشال ميديا وبعرف اعمل اعلانات ممولة ولما اتفرقت على باسم تقلت اكتر وبقيت بعرف اعمل اعلانات اكتر واكتر والرجل ده اقتنعت جدا ان هو شاطر حلو قوي انا كده اتطمنت وعارف ان هو تقيل انا هرايح دماغي وهاركن الشغل ده اديه الباسم او اديه الفريق عمل باسم مجدي عشان باسم هو اللي يعملهولي باسم توفر فيه الثقة باسم توفر فيه ان انا متأكد ان عنده المعلومات التقنية الكبيرة ما انا بقالي سنة متابعة وعارف ان هو مش محتاج ان حد يقولي ان هو ميديا باير شاطر او محترف الحاجة التالتة ان انا خلاص هوفر وقتي وهانفستها يعني هستصمر في الوقت بتاعي وهدي العيش لخبازه ولو هيكل نصه واروح انا اشتغل واعمل برودكشن بتاعي وابدأ اكمل انتاجية الشغل بتاعي بمعنى اصح كده بالبلدي هركز في شغلي ودي الحتة بتاعت التسويل الالكتروني دي الباسم ده طبعا بس يعني على سبيل المثال او الحسين او المحمد واطفر الشخص اللي انا اشتغل معا فاذا انك انت مش لازم العامل ييجي يشتغل معاك عشان هو مش عارف يعمل اقلانات مو مولا ده بالعكس ده النسبة الاحسن والاغلب واللي بتدفع واللي بتقدر هي الناس اللي عارفة ومقدراك وهي نفسها بتعرف تعمل اقلانات مو مولا بس هتجي لك عشان وصك فيك وعارفة انك شاطر وهتجي لك عشان خاطر هي خلاص توفر وقتها انها تركز في صناعة البزنس بتاعها وفي الانتاجية وتسيب لك انت الحتة بتاعت التسويق لانه هو وصك فيك ده كده البند الاولاني بتاعت الحتة ان انا اعلم فاذا افضل طريقة تسوق بيها لنفسك في البرسونال براندينج هو صناعة المحتوى او اللي احنا بنسميها التسويق بالمحتوى ازاي يسوى يعني بالمحتوى اعمل قناة على اليوتيوب اعمل اكاونت على التيك توك اعمل صفحة على الفيسبوك اعمل اكاونت على الانستجرام نزل في الاكاونت دي كلها معلومات وفيديوهات بتتكلم فيها عن التسوير الالكتروني عن الفيسبوك عن الانستجرام عن سناب شات عن 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 يعني ان افترض جدلا انك انت مثلا عاجد زينر شاطر ولعيب وحلو وجميل وبيعرف يعملك تصميمات سوشال ميديا حلوة ما فيش ما يمنع انك انت تنزل على صفحتك على الفيسبوك او تنزل على صفحتك على الانستجرام وتقول ان انت راجل بتعرف تعمل تصميمات حلوة اه مثلا معاك مصور ابدأ اعملوا سيشنز مع بعض وابدأوا نزلوا الكلام ده على صفحتك على الفيسبوك طيب اذا انت رقم واحد بتقولي يا باسم اسوق بالمحتوى يعني اعمل محتوى قوي وابدأ اعلم الناس سوشال ميديا او تسويق او اعلانات مموالة او ايا كان مش لازم يعني اعمل كورسات كاملة زي ما انت عامل ولكن في الاخر اعمل كونتنت الناس تتفرج عليه بالزبط كده هو ده اللي انا اقصده طيب بعد ما اعمل كونتنت يا باسم اعملي انا لسه ما عنديش قاعدة جمهرية هقولك طالما انت مشيت في تراك البرسونال براندينج ده فاول حاجة حضرتك هتحتاج تعملها بعد ما تنشر 20-30-40 فيديو كده حلوين عن التسوير الالكتروني ومعلومات جميلة وقيمة حضرتك بس تروح تعمل اعلان لايقات يزوئلك الدنيا شوية على صفحتك على الفيسبوك ويزوئلك الدنيا شوية على قناتك على اليوتيوب بحيث ان انت بس تبدأ تجيب اول 10-1000 مشترك واللي انا كنت تكلمت فيهم قبل كده اللي هي الاساس بتاع القاعدة الجمهرية بتاعتك فحضرتك تروح تعمل اعلان لايقات كده ازاي بتعامل انا كنت شرحه قبل كده على قناتي على اليوتيوب بعد ما حضرتك تنفس بالفعل 30-40 فيديو كده روح اعمل اعلان لايقات واقول فيه ان انا فلان الفلاني مصوق الالكتروني بقدم معلومات مجانية لو عايز تتبعني تعالى تبعني على صفحيتي عشان انت هتستفيد ده كده بالمختصر يعني فانت لما هتعمل كده هتبدأ تجيب قاعدة جمهرية الناس هتتابعك عشان انت بتقدم محتوى مجاني فبالتالي حضرتك لما هتقدم محتوى مجاني والناس تبدأ تتابعك وتلاقي فعلا المقيمة اللي عندك فعلا زاتة فاليو وفعلا بتقدم حاجة مفيدة للناس هيبدأوا يشيروا الفيديو بتاعك فلما يشيروا الفيديوهات بتاعتك ايه اللي هيحصل انت هتنتشر ولما هتنتشر ناس اكتر هتعرفك هيعرفك بقى الغني والفقير وصاحب الشركة ومش صاحب الشركة واللي بيبدأ بيزنس واللي عنده بيزنس من عشر سنين والشباب اللي عايز تتعالى هتبدأ يقابلك كل فئات المجتمع وده مبناش برضو ان يقابلك الناس اللي بتحبك والناس اللي بتقرأك والناس اللي بترميك بالقوطة زي ما انا قلت قبل كده كل ده ولا همك في الاخر المهم انك انت تبني قاعدة جماهرية كبيرة لان ده هيوفر عندك حاجتين الحاجة الاولى ان القاعدة الجماهرية دي هيشتق منها قاعدة عملة والحاجة التانية وهي اصل الشهرة الناس اللي مذكرة محاسبة او اللي درسة محاسبة او اللي هي درسة كلية التجارة عارفين كده ان احنا في الميزانية بتاعتنا اخر السنة بيبقى عندنا حاجة اسمها الاصول الاصول دي اللي هي المكاتب والكراسي والاجستو كمبيوتر والكلام ده كله من ضمنها اصل اسمه اصل الشهرة اصل الشهرة ده مع كل سنة النسبة بتاعته بتزيد او قيمته بتزيد اللي هو بقى بالبلدي كده قيمة حضرتك في السوق القيمة التسوقية بتاعتك في السوق زي لعيبة الكورة كده النهارده مثلا مبارح صلاحكم بيمضي بألف جنيه النهارده بيمضي بعشر تلاف بكرة بيمضي بمليون هكذا طبعا انا مقصدش عشر تلاف يعني بس انا بدي مثال يا فلو هو القيمة التسوقية بتاعتك بتزيد لان كل معدد المتابعين بتوعك زاد وكل معدد الفولرز بتوعك زاده كل ما انت قيمتك التسوقية في السوق بتزيد سعرك من اخر كده بيزيد فدي اول نقرة لو انا هتبع سياسة البرسونال براندنج هسوق لنفسي بالمحتوى طب لو انا بقى هتبع السياسة التانية وان انا بقى خايف اطلع قدام الكاميرا ومش عايزة اقف قدامها والكلام ده كله وعايزة اسوق ان انا كشركة تجارية اعمل ايه بص انا كباسم جربت الطريقتين والحد دلوقتي بسوق بالطريقتين وهوريك دلوقتي انا لسه هنتقل للشاشة وهوريك امثلة كمان ولكن خليني اقولك ازاي تسوق لنفسك كشركة وبعد كده هقولك من وجهة نظر الشخصية التي لقيمة تلقى اني طريقة احسن لو حضرتك قررت انك انت تسوق لنفسك كشركة ففي شوية حاجات كده في المحتوى بتاعك حضرتك واجب عليك انك انت تعملها اول حاجة لما تيجي تختار اسم للشركة بتاعتك حاول دايما تخلي الاسم ده ليه علاقة بحاجة يعني يعني يكون ليه علاقة بالمجال ليه علاقة باسمك يعني انا مثلا على سبيل المثال الاول كنت مسمي صفحتي او صفحة الشركة بتاعتي بعد كده لما اصل الشهرة بتاعي انا زاد اكتر فغيرت بس اسم الصفحة خليتها ايجي كونكت بس المجدي لكن انت في البداية انت لسه محدش عرفك فانا شايف ان انت افضل حل انك انت لما تسمي اسم الصفحة بتاعتك سميها اكس واي زيد او ايا ان كان الاسم داش ماركتينج ايجنسي او داش ادفورتايزنج ايجنسي او داش اي حاجة تدل على حضرتك بتعمل ايه عشان خاطر لما حضرتك تتفاعل بصفحتك على صفحات اخرى وحد يشوف الكومنت بتاعك يبقى عارف الصفحة دي بتقدم ايه فيسيروا الفضول انه يدخل على صفحتك ويعرف انت بتعمل ايه ده كده رقم واحد ورقم اتنين طبعا عشان لو حد بحث على ماركتينج ايجنسي او ادفورتايزنج ايجنسي او ايا كان فيلاقيك من ضمن نتائج البحث ده كده اول حاجة الحاجة التانية بقى المحتوى اللي حضرتك هتعمله على صفحتك على الفيسبوك هيبقى كل قاتي رقم واحد هتبقى محتاج تنزل تصميمات سوشيال ميديا لسبقة اعمالك وتبين قد ايه انت معاك تيم فنان بيعرف يعمل تصميمات حلوة على السوشيال ميديا تقولي طب لو انا لسه مبتدئ ومعندي سبقة اعمال اصلا اعمل ايه في النقطة دي حضرتك اعمل تصميمات فيك مش لازم تعملها لتصميمات عميل حقيقي اخترع عميل وشوف اي عميل يعمل وعمل له ايه طب ان شاء الله تقدم الخدمة مجانية الاول عشر عمل عندك اتصرف المهم في الاخر يبقى عندك شوية بوستات بتبين قد ايه انت معاك ديزاينار شوطر وان الشركة دي بتقدم خدمات سوشيال ميديا حلوة رقم اتنين هتبقى محتاج تنزل بوستات بتتكلم فيه عن طريقة الكونتنت اللي انت بتقدمه يعني مثلا تحكي عن عميل معين او بروجيكت معين حضرتك اشتغلته والبروجيكت ده حضرتك عملت فيه واحد اتنين ثلاثة وكتبت فيه السكريبت الفلاني واحد اتنين ثلاثة عشان خاطر واحد اتنين ثلاثة من الاخر كده تفهم الناس انت بتعمل كده ليه هتقول لي يا باسم طب انا برضو لسه ما وصلتش لاول عميل بص انا هقول لك كمان شو هي توصل لاول عميل ازاي بس حتى يعمل او ما عندكش عميل اخترع بروجيكت وتكلم عنه ويعام هات واحد قريبك يكون عنده شركة او عنده بزنس او عنده اي حاجة وسوق له ببلاش في الاول عشان بس تطلع تطلع الاولى دي ما هي دايما بص اول حاجة في اي حاجة دايما بتبقى صعب حاجة لكن بعد كده العجلة بتدوره وبتمشي خلينا بس نكمل عشان ما نطولش عليكم الفيديو اكتر من كده النوع التاني او النوع التالت بقى من الكونتنت اللي حضرتك هتنزله على صفحتك وهو الفيديو موشن وده الطريقة الاولى اللي انت هتقول بها بسم الله الرحمن الرحيم ان حضرتك تسوق لنفسك كشركة طبعا ما هتسوق لنفسك كشركة وهتقول ان احنا بنقدم الخليمات دي كلها يبقى لازم تقول الحاجات دي بالصوت والصورة فوقك بقى بنجوز صور والكلام ده كله فالصوت والصورة ياما تروح تعمل اعلام برودوكشن جامد جدا ياما الحل البديل ان انت تروح تعمل فيديو موشن جرافيك تروح تعمل فيديو موشن جرافيك ازاي هنتقل للشاشة دلوقتي وهديك المثال ولكن خلينا اقول لك كده بالمختصر ان الفيديو موشن ده من الاخر كده الرسالة الاعلانية بتاعته هتكون بتقول للعميل ليه يشتغل معك وما يشتغلش مع غيرك تعالوا ننتقل للشاشة ووريكم مثال عملي انا بالفعل كنت عاملوا لشركتي قبل كده وامثلة كتير يعني عشان افرجك الامثلة دي احنا بنعملها ازاي وبعد كده نرجع نكمل كلامنا تاني لو جينا هنا كده دخلنا على صفحتي او صفحتي الشركة بتاعتي دي من الصفحتي الشخصية انا عندي صفحتين صفحة اسمها باسم ماجدي اللي كلكم طبعا متابعيني عليها باسم ماجدي داش ميديا باير وصفحة تانية اسمها ايشي كونيكت داش باسم ماجدي اللي هي صفحة الشركة بتاعتي لو نزلنا كده هنلاقي فيها ان انا بعمل بوستات عن ثابت اعمالي بعمل فيها بوستات بتكلم فيها عن الميديا عملت هنا فيديو ترويجي بقول فيه ان احنا بنعمل موشن جرافيك وبنعمل تصوير واعلانات وهتلاقي فيه بعد كرة بوستات من ثابت اعمالنا في التصميمات السوشيال ميديا هنلاقي ثابت اعمالنا من الفيديوهات الموشن جرافيك اللي احنا عملناها طب ده كلام جميل برضو يا عمي باسم انا لما اجا سوق لنفسي واعمل لنفسي فيديو اعلاني كالشركة اعمله ازاي انا هنا مثلا هوريكو على سبيل المثال فيديو موشن جرافيك انا كنت عاملوا لشركتي فترة معينة كده عشان اوصل للعميل ان احنا مش اي حد وتعال احنا نعمل لك الاعلانات الممولة بتاعتك على سبيل المثال ازاي احقق مبيعات واجيب عميل من على السوشيال ميديا ناس كتير وشركات اكتر فاكرة ان التسويق مجرد اعلان ممول على الفيسبوك وخلاص وللأسف الشديد ده بقى فكري ناس كتير ما تعرفش ان الاعلان الممول على الفيسبوك ده مجرد خطوة من ضمن خطوات كتير لازم اعملها علشان اجيب بيها العميل بتاعي وهو ده بقى دورنا الحقيقي معك علشان احنا في اي جي كونكت بنعمل لك خطة تسويقية كاملة بكل خطواتها انا هنا عملت ايه انا هنا بدأت اشد العميل اقول له خد بالك الاعلانات او التسويق مش مجرد اعلان ممول وخلاص لا الاعلان ممول ده خطوة من ضمن خطوات كتير بمخطة عمل فتعال بقى اي جي كونكت احنا بنعمل لك خطة تسويقية كاملة وهبدأ بقى أخش معاه في تفاصيل الموضوع المهم أنا مش عايز أكمل الفيديو أكتر من كده عشان بس الكوبيرايت على اليوتيوب والكلام ده لأن الفيديو ده أورادي مرفوع على القناة تانية ومبرضه عشان ما طولش عليكم الفيديو ولكن دي دخلة من ضمن الدخلات اللي ممكن تعملها وهتلاقيني بقى بعد كده أنا شارح في الفيديو إن إحنا بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل تسويق وبنعمل إعلانات وبنعمل مش عارف إيه والكلام ده كله وشارح خدماتي كلها طب تعالوا أوريكم مثال تاني برضو ده فيديو أنا كنت عامله بروج بيه لخدمة تصميم مواقع الإنترنت والمتاجر الإلكترونية فأول ما جات أحداث كورونا بدأت أستغل الموضوع دو أنا قلت أروح جاي نازل بإعلان ممول وأقول للناس فيه إن بعد أحداث كورونا العالم كله بدأ يتجه اللي مش عارف إيه تعالوا نشوف الفيديو مع بعض وأقول لكم الفكرة أنا عملتها إزاي بعد أحداث كورونا العالم كله بدأ يتجه لفكرة الإي كاميرس والأونلاين إدوكيشن وناس كتير قررت إن يكون عندها ويب سايت فلو إنت من الناس اللي قررت يكون عندها موقع إلكتروني تبيع عليه منتجاتك أو موقع تعريفي تقرض عليه سبقة أعمالك والخدمات فأنا من الآخر هنا برضو عملت إيه خطفت العميل بتاعي برسالة إعلانية أو بداخله إن احتياجه عندي وبعد كده بدأت أشرح له أنا عندي إيه أو أنا بعمل إيه فمن الآخر كده لما حضرتك هتبدأ تبني رسالة إعلانية كشركة تسويق إلكتروني لازم الأول السكريبت بتاعك يبقى مبني على احتياجات العميل بتاعك يعني العميل يبقى إيه مشكلته أحط الزرار أو أحط إيدي على مشكلة العميل وبعد كده أعرف العميل إن مشكلته موجودة أو حل مشكلته موجود عند العبدالله أو عند شركتك يعني هي دي الفكرة ببساطة شديدة اللي بتروح تروج بيها لنفسك معنى كده يا باسم إن أنا علشان أسوأ لشركة سوشال ميديا لازم أعمل فيديو موشن ولازم أعمل إعلانات ممولة وادفع عليها فلوس آه طبعا ما هو مشروع زي إيه المشروع وبزنس زي أي بزنس ده لسه مولتلكش على موضوع الدرايب يعني عشان نعم موضوع بس خارج موضوعنا لكن طبيعي إنك إنت طالما حضرتك هتروج لشركة وهتقدم خدمات ويبقى أنت لازم يبقى عندك موقع إلكتروني ولازم يبقى عندك صفحة فيسبوك ولازم يبقى عندك أكاونت إنستجرام طب أكاونت الإنستجرام هننزل عليه إيه يا باسم حضرتك ببساطة شديدة تصميمات السوشال ميديا اللي حضرتك هتعملها أو الدزينار اللي معك هعملها هتنزلها كسابقة أعمال لك على الإنستجرام بتاعك وده اللي أنا شخصيا عامله على الإنستجرام بتاع الشركة بتاعتي طيب طب ليه؟ عشان خاطر ببساطة شديدة منصة الإنستجرام منصة أساسا مبنية على فكرة الصور فأنت لما تبين تصميمات حلوة كتير أوتوماتيك هتبدأ تبني جمهور طب أنا الأول ما عنديش جمهور اعمل إعلان ممول يجيب لك على الإنستجرام إيه ده؟ يعني كده أنا لازم أعمل إعلانات ممولة كتير آه يا حبيبي لازم وهو مشروع يا بابا هو أنت عايز تضرب الأرض تطلع فلوس لازم تصرف إعلانات ممولة على الفيسبوك ولازم تصرف إعلانات ممولة على الإنستجرام وتصرف إعلانات ممولة على جوجل آدز عشان اللي داخل يسيرش على جوجل آدز على شركة تصميم مواقع يلاقي حضتك من ضمنهم مش عايز بقى تصرف يبقى الحل الثاني والحل البديل هو اللي أنا قلت لك في الأول وهو التسويق بالمحتوى as a personal branding هنا برضو هتصرف ولكن الصرف هيبقى أقل شوية ليه أقل شوية؟ رقم واحد لأن أولا التسويق للعلامة التجارية دايما بيبقى أصعب وأطول من حيث الوقت أعلى في التكلفة من التسويق للشخص أو للpersonal branding رقم اتنين دايما الناس أو الجمهور أو العملة بتصق في الشخصية الحقيقية أكتر من العلامة التجارية أو أسرع من العلامة التجارية يعني بالفعل لو العميل تفرج عليك وشافك واقتنع بيك أنت خلاص بيت في عقل الباطن أما عشان يصق في العلامة التجارية أنا دايما بقول إن العلامة التجارية كده لو ما كانتش تتقل بالدهب إذن الثقة مش هتبقى موجودة بشكل كبير لأن العميل عشان يصق في العلامة التجارية لازم يبقى عندك ثابت عمال كتير ولازم يبقى عندك ناس كتير جدا بتشكر فيك كشركة كبراند نيم ولازم يبقى عندك سيولة حلوة كده وفلوس كتير تقعد تروج بيها لنفسك كل شوية وتنزل هنا وتنزل هنا وتنزل هنا عشان من الآخر العميل يحس إن الشركة دي طالما معها فلوس وطالما تقيلة وطالما بتعمل إعنات كتير فالناس دي عمرها ما تنصب علي والناس دي لما دخلت على صفحيتهم لقيت إن في ناس تانية كتير بتشكر فيهم غير كده اتجاهك هيبقى في لعبة البرسونال براندينج وده اللي أنا شخصيا عملته طب إنت يا باسم بتسوق بالطريقتين ليه بتسوق بالطريقتين مبدئيا أنا بقالي سبع أو ثمان سنين بسوق بالطريقة الأولى اللي هي طريقة البزنس ودي طبعا مش عيب إن أنا أقول إن أنا صحة أو غلط كلنا بنتعلم يعني أنا عدت سبع سنين بسوق لشركة إيجي كونيكت بس وما كانش حد يعرف أصلا إن شركة إيجي كونيكت دي بتاعت باسم ماجد وفعلا عملت قاعدة عملة كبيرة جدا جوا مصر وبرا مصر والحمد لله عملنا مواقع إلكترونية كتير وفيديوهات كتير وهاء كلام ده كله مش عايز بس هتطلع أتكلم عن نفسها عشان الناس بتقول إنت بتشكر في نفسك وبتاع لا مش كده خالص أنا بس بفهمك بعد كده بعد أحداث كورونا اللي حصل فيها وقع شركات كتير ودي حاجة مفروغ منها وبدأت فكرة أو ثقافة العمل ريموت لي تظهر في مصر هي الأول ما كانتش موجودة قوي زي قبل كورونا بعد كورونا الموضوع اختلف وبقى فكرة أو بقى فيه ثقافة إن ينفع الناس تشتغل من بيتها والثقافة دي بدأت تنتشر في الشركات والأهم من إنها تنتشر في الشركات بدأت تنتشر عند العملة هتقول ليه تنتشر عند العملة لو فرقت إيه يعني أقول لك لا دي فرقت وفرقت وفرقت زمان قبل كورونا لو كان عميل راح شركة سوشيال ميديا وما لقاش الشركة في مكان كويس والشركة فيها مش أقل من 20-30 موظف والشركة فيها بوستات والشركة فيها بنارات والشركة فيها تكيفات والشركة فيها حركات وروهات كان دايما بيستقل بالشركة لإنه زي ما قلت لك من شوية دايما تقييم العملة الأول للشركات بيبقى بناء على القيمة أو الميزانية المالية فهو من الآخر كده بيتقلك بالفلوس فلو ما كنتش انت شركة لها بريستيج والعمل بيخش شركتك يلاقي الناس لابسة يونيفورم وده اللي أنا شخصيا كنت عامله في شركتي ويلاقي مكاتب ويلاقي مش عارف إيه وإيه وإيه دايما بيستقل من الشركة وبيخاف يشتغل معها أما بعد كوفيد 19 أو بعد كورونا الوضع اختلف تماما بقى عادي جدا أن العميل يروح مقر الشركة يلاقي فيها 2-3-4-5 موظفين ويبقى متقبل جدا فكرة إن باقي تيمي التكنيكل بيشتغل وده اللي أنا شخصيا كباسم عملته بعد كوفيد 19 الأول أنا كان عندي فوق 20-30 موظف شغالين معايا في مقر الشركتي دلوقتي بعدد الموظفين اللي بيشتغل معايا في المكتب ممكن يكون 4-5 والباقي كله بيشتغل معايا يعني فعليا ممكن تكون الكوتة بتاعتي احنا بنتكلم في 10-12-1 دلوقتي منهم 3-4 أو 4-5 شغالين أو متوجدين في المكتب معايا ومنهم ناس تانية بتشتغل معايا ودي عادي بقى العميل دلوقتي خلاص متقبلها جدا بعد كوفيد 19 ودي يمكن تكون من الإيجابيات اللي حصلت لنا بعد كورونا أو بعد كوفيد 19 طيب ده كلام جميل يعني برضو في الآخر أعمل إيه أنا زي ما قلتلك كده بالمختصر معاك فلوس تصرف وعايز تبني تقيل سوق لنفسك كشركة معاكش فلوس تصرف وعايز تصرف بس في الهداوة سوق لنفسك كبرسونال براندينج أنت يا باسم بتفضل إيه؟ أنا قبل كوفيد 19 كنت بسوق لنفسي أسا شركة بعد كوفيد 19 بقيت بسوق لنفسي أو بدأت أعمل لنفسي البرسونال براندينج طيب الشركة موجودة؟ آه موجودة ولوبصة بتاحة موجودة وصفحيتها موجودة بس بطلنا نعمل عليها إعلانات موالة بشكل مستمر لإن بقيت حاطة المجهود والصرف والتكلفة وكل حاجة في البرسونال براندينج وده لقيته أن بيعود علي بنتائج أفضل بكتير وخلاني في نفس الوقت أوفر قيمة مصروف كبير جدا في المصروفات وهي القيمة الفلوس اللي أنت بتصرفها في الإعلانات الموالة لأن الفضل ربنا عز وجل الحمد لله أنا دلوقتي قيتش محتاج أصلا أصرف إعلانات موالة خالص عشان خاطر القاعدة الجمهورية اللي أنا قدرت أبنيها فأنت من الآخر كده سكتك يتدفع فلوس يتعمل مجهود جبار وتعمل محتوى وتسوق لنفسك من المحتوى فتتعرف معكش فلوس يبقى عمل محتوى مش عايز تطلع ومكسوف من الكاميرا ورغم أن أنا دايما بقول اللي اختشه ماته واللي سبق كال النبأ خلاص يا معلم داري وشك بالفلوس يعني بدل ما تعمل مجهود قدام الكاميرا وتعمل تسويق بالمحتوى على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك والكلام ده كله حضرتك هتقل نفسك بالفلوس وتبدأ تعمل إعلانات ممولة تبين فيها قد إيه أنت شركة شطرة وعندك كذا وكذا 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 هو ده بالمختصر الشديد إزاي تسوق لنفسك كميديا باير أو كشركة سوشيال ميديا وإزاي تجيب أول عميل من على السوشيال ميديا جبت أول عميل في التاني في التالت في الرابع وبدأت تبني الثقة معاهم حاول تخلي العملة دي تعمل لك فيديوهات تكتبها لك واتساب تعمل لك أي حاجة تطلع تشكر فيك أو لو أنت بتتابع طريقة البرسونال براندينج زي ما أنا بعملها هتلاقي الناس بتخش تكتب لك كومنتات فده هيعلي دايما من ثقة الناس فيك فلما تقول يا فلوس أو لما تنزل أي حاجة أو أي خدمة مدفعة بفلوس الناس هتصق فيك جدا ومش هيبقوا محتاجين أي حاجة يعني تثبت لهم أمانتك وهم اللي بنفسهم هيدوروا عليك عشان يتفعوا لك الفلوس دي هو ده كده كمختصر فكرة إزاي تسوق لنفسك أزا بيرسونال براندينج أو كميديا باير أو كشركة سوشيال ميديا لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشيرله بتفرج عليك على الفيسبوك ولو بتفرج عليك على ليتيوب متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وآخر حاجة عايز أقولها لك إن أنا كباس المجدي بقدم خدمة اسمها استشارات تسوقية أو ماركتين كونسلتنت يعني بتقدر تخش معايا في محاضرة أونلاين على برنامج زوم بعض أشرح لك فيها أنت مجالك إيه وبتفهمني مجالك إيه وبعض أشرح لك أفضل ماركتينج بلان نعملها المجالك المحاضرة دي ممكن تبقى محاضرة بس مدفوعة مرة واحدة وممكن تشترك معايا في باقة شهرية ببقى معاك في أربع محاضرات أو تمن محاضرات محاضرة أو محاضرتين كل أسبوع في أي وقت وإن شاء الله أكون بقدم خدمة تفيدك وتفيد الناس كلها أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته